ونحن نتحدث عن ظروفنا الإقليمية والدولية الدغيغة لم يعد مقبولاً لنا كوكويتيين أن نتخلى عما ميزنا عبر الزمن من مناقب وخصال وخاصة تلك المتعلقة بالحكمة والنجر والعمق والتروي والصبر والانسجام مع الطبيعة والتصالح مع الجغرافية وفوق تلك المناقب والخصال لم يعد ممكناً ولا مقبولاً أن نتنازل عن سلاحنا الرئيسي والأول ونتخلى عنه سلاحنا الذي جربناه مراراً ككويتيين فحمانا وخبرناه قروناً فصالنا وأعني بهذا السلاح وحدتنا الوطنية لقد كنا على الدوام أقوياء بوحدتنا بتضامننا بعلو همتنا ونحن حين نتحدث عن الوحدة الوطنية لا نتحدث عن شعار تم استهلاكه واستخدامه كما يريد البعض أن يصور بل عن قدر وطني لا مناصع وعندما أقول لا مناصع منه فأنا أعني ما أقول فعبر تاريخنا الطويل جربنا كل أشكال الابتلاء جربنا المجاعات والأوبئة والغزو الخارجي والإرهاب وأمام كل ابتلاء كانت وحدتنا وتعاضلنا بعد الإيمان بالله سلاحنا المجرب وفارسنا المدرب فبدون وحدتنا لن تنفعنا مواردنا ولا سياساتنا ولا إجراءاتنا الأمنية واستعداداتنا الوقائية فالوحدة هنا شرط أساسي ومحوري للاستقرار والأمن والتنمية والبناء لذا أيها السادة علينا أن لا نتسامح مع كل طرح تقسيمي تفتيتي أي كان عنوانه وعلينا أن لا نتسامح مع كل صوت النشاز يثير الكراهيات وخطاب التشاحن والتخاشن اشتركوا في القناة